اشتركوا في القناة قالها في الحلقة اللي فاتت في حلقة مصنع الرجال قال الزكورة دي بنورسها الذكر بيورس ان هو يبقى ذكر لكن الرجولة مش بتتورس الرجولة بتتصنع فعشان كده احنا سميناه مصنع الرجال أسر كتير جدا وزوجات كتير جدا بيعانوا من أزواجهم اللي مش بيتحمل مسئولية اللي مش مقدرها اللي مش حاسس بيها اللي مش فاهمها اللي مش عارف واجباته فإحنا قلنا ليه ما نعملش حاجة اسمها مصنع الرجال يكون دورة تدريبية للأزواج أو الكابلز اللي دخلين على جواز المخطوبين انهم ياخدوا الدورة دي وكل واحد يعرف ايه هي واجباته وايه هي كمان الحاجات اللي مطلوبة من الطرف الآخر ان هو يوفرها له فعشان كده احنا عملنا الحملة دي والأرقام بتاعتنا هتنزل دلوقتي حالا قدامكم على الشاشة احنا على الهواء مباشرة منتظرين اتصالاتكم واي حد عنده اي استفسار عن الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة هيكلمنا ولو حد عنده اي مشكلة أسرية بينه وبين مراته أو بينها وبين جزها يكلمنا اكيد على الارقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشة انا دلوقتي اكيد هرحب مش اقول ضيفي بقى لانه خلاص احنا بقنا نتسير قوي مع بعض اه ده صحب مكان بس انا عايزة اوضح حاجة للناس انا ودكتور مرواني الاحمدي برا الحلقة اصدقاء جدا جوه الحلقة احنا بنلعب لعبة نائر ونقير يعني ده متفق عليه هو بيتبنى وجهة نظر وانا بتبنى وجهة النظر اللي ضدها لكن مش معنى كده ان في قناعات ليا انا بقولها كده لأنا بقول لها ان انا لازم بتبنى وجهة النظر التانية عشان يبقى فيه في حياتي يبقى في حياتي فلكن احنا غير كده احنا اصدقاء حلقة مصنع الرجال اول اسبوع نزلنا بيه فانا والناس عملت صادة كويس وناس كتير رجالة كتير طبعا انتقضتها وبقت الناس تشوفني تقولي ايه مصنع الرجال دي اندخلنا مصانع ولا ايه احنا مش محتاجين على فكرة فانا عايز ارد عليهم بس الرجالة اللي بتقول مش عجبهم اسمه مصنع الرجال عايزك ترد عليهم تقولهم احنا ليسا من ايه مصنع الرجال هو احنا يعني فكرة مصنع الرجال بكلمة مصنع كان ده الاسم بتاع الشوال الاعلامي انما هو في الحقيقة هي اسمها المانهود اكاديمي او اكاديمية الرجولة احنا اكاديمية الرجولة دي لما قررنا والفكرة دي فكرة حد لازم ارجع لو يمكن صورنا في البرنامج القديم صورنا حلقة وكان فيها بابسات برة في السنتر واحنا بندي الكورس ده في الصحب الفكرة دي مستر سامح شعبان هو اوحى الفكرة دي لدكتور يحيي الأحمدي واللي رحمة الله عليه في المكتب وكانت فكرتها ان ازاي الدكتور يحيي ما بيعلمش الناس الكريتيريا اللي هو ماشي بقية في حياته معايير تقييمه للناس ومعايير فهمه للمواقف وتصرفه فيها او حسن تصرفه وسوق تصرفه ومراجعته لنفسه ازاي الكلام ده ما بيتدرسش على انه منهج لانه فعلا خبرة حقيقية ما ينفعش تعديه وخلاص من هنا جات الفكرة ومن هنا بتادينا حط أبجادات الكورس ده والكورس ده معمول صناعة مصرية خالصة مش جايبينه من بره ما فيهوش اي تدخل من اي حد ما فيهوش غير المكتب بتاعنا واعضاءه واعضاء التيم بتاع المكتب هو كل واحد فيه محس ان فيه حاجة ممكن توضع كحجر اساس جوه الكورس ده قال المتدرب طيب عامة في كل الحالات اللي بتشوفها قدامك وكل الازواج اللي بتعرضوا عليك ايه اكتر حاجة نقص الرجل المصري عندنا ايه اكتر حاجة الست بتشتكي منها الست بتشتكي من ان الراجل بيتعامل معاها على انها جزء روتينو في حياتي هي مش بتحظى بالاهتمام عنده زي ما هي بتأمل دائما المرأة ما بتبحث عن الاهتمام والشعور والمشاعر والحب واشعور بالامان دي احتياجاتها دي بغضى نظر ان احتياجات المادية واحتياجات الجسدية كل كلام ده اوكي بس بيجي بعدكدأ مش في الاول الست لو مشبع على المستوى المعنوي وعلى المستوى العاطفي وعلى المستوى الفكري اعتقد ان عندها استعداد ترجق مطالبها من ناحية المادية ومن ناحية الجسدية الى اجل مغير مسمى طول ما الراجل قادل يسدت في النقطة دي الاول النقطة دي اللي يا بس عملت ازاي بقى لو انه هو يعني اقولك فعلا الستات من فينس والرجالة من مارس انه ما بش بيفهمه بعض يعني انا ببقى محتاجة حاجة معينة ليه هو مش بيفهمها يعني لما بتبقى اخناءة كبيرة جدا انا بس عايزي يجي ما عليش ما عليش انا بحبك على فكرة انت كويسة هو عايز يعمل كده خلي بالك بس هو الان من رد فعل حضرتك او من انت هتاخد القصة دي على محمل ايه لو هو جالك هتعتبر مجيته دي شكلها ايه تحت اي بند هتعتبر ان هو بيحبني لا فيه ناس كتيرة بتعتبر انه هو اخد خطوة الورا انه هو اتلاوى دراعه ان الطريقة اللي انا اتعملت بيها في الزعلة دي هي اللي هتجيب معنا نتيجة المرة الجاية سواء كانت بقى انفعال او كانت قمصة او لما اتدومي وروحت بيت والدتي ايما كانت الطريقة اذا انا بقى ايجاير جالب